استطاع لبنان أن ينجز موازنته وأن يخفض نفقات وزاراته آملاً أن يقنع المجتمع الدولي بالاستثمار فيه وأن يدعمه اقتصادياً بعدما دعمه سياسياً إلا أن تسريباً صوتياً نصب إلى أحد المدققين في مؤتمر سادر أتى ليزعزع ثقة بذلك التسجيل وصل إلى أحد المجموعات عبر تطبيق واتساب ترجم إلى العربية ونشر ليشكل فضيحة قبل أيام من المؤتمر المنتظر شخص عم بيقول البانل البانل يعني هي لجنة المحادثة أو اللجنة اللي عم بتقدم نقاش فإذا فيه اللجنة وعم بتقدم نقاش أكيد هو موجود بقاعة مغلقة وطبعاً بالفيديو إذا بتسمع بالهدست بتسمع أنه فيه ردات فعلاً من العالم ممكن صوت شهيء على كلمات آسين قالت بالموضوع أو كان فيه صوت حداً جاي عم بيزقف ووقف وفيه صدى فهذا الشيء بيقلك أنه عم بيصير بالقاعة ومن كمان سياق الحديث تبع الشخص يلي عم بصوته مسجل نقدر نشوف أنه هذا جزء من المؤتمر يلي عم بيصير بسادر المدقق رأى أن تغيير الاسم من مؤتمر باريس إلى سادر يعني فشل المؤتمرات الثلاثة مشيراً إلى التوقيت المشتبه فيه لهذا المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع فرنسا ممكن تتهم بالفساد إذا ساعدت بإعطاء هذه الدولة مبالغ من الأموال علماً أنه عارفين فيه فساد وعلماً أهم شيء أنه عارفين البلد فيت على الانتخابات وأنه قد تستعمل هذه الأموال لحملات انتخابية وبذلك تصير الحملات غير مشروعة أو يصير فيه زعبرة بيقولوا ولم يخفى في التسجيل إدراك البنك الدولي تقاعص السلطات اللبنانية عن معالجة الفساد وخفض الدين العام فشبه البنك لبنان بمصاب بالسرطان أو بمدمن الكحول الذي يعيد الجميع بأنه سيتوقف غداً وتقارير البنك الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي توضح التراجع في النمو الاقتصادي من سنة 92 لا حد الـ 2016 هو آخر شيء موجود بالداتا عنها 2% بس المداقق الذي لم تكشف هويته بعد ذكر مزاريب هدر تتغاد عنها الدولة اللبنانية كالجمارك وتحصيل الضرائب المنظم الذي يدخل إلى خزينة الدولة من 6 إلى 8 مليار دولار سنوياً ناصحاً الدولة اللبنانية بالمضي في الإصلاحات الإدارية بدلاً من ترجي فرنسا لإعطائه أموالاً فلهذا البلد الصغير 30 وزيراً فيما لا يتخطى عدد وزراء روسيا 9 وباسم البنك الدولي قال المدقق لا أعتقد أنه يحق للبنان أن يطلب المساعدة فديونه لن يتمكن من تسديدها أحفاد أحفاد اللبنانيين هذا إن تمكن الاقتصاد اللبناني من النمو بعشرة في المئة سنوياً حتى آخر الزمان وهذا مستحيل ترجمة نانسي قنقر